الهالي سانداونز كان نتيجة مفاجئة مفاجئة بكل المقاييس مش بس عشان الخسارة عشان هاي دي مش النسخة الافضل لسانداونز انه الاهلي ماشي بشكل كويس بشكل هاي حتى مباراة الهلال اللي مقدمش فيها مستوى بس التعادل كان عادي في السودان وثالث العالم حمل لقم مرتين ينزل يخسر على ارضه في مواجهة انت اللي قد مسيطر تقريبا فيها بشكل كبير انا بشوف ان الاهلي فقط ثلاثة نقاط مهمين جدا على ملعبه بعد فقدان نقطتين خارج ملعبه مهمين برضو مهمين جدا طبعا انا شاهدت تعادل مع الهلما كانش تعادل من مفوض يحسن صح بعد مخسر من سانداونز الناس بقى رجعت فكرت النقطتين اللي خسرناهم بره دول كانوا مهمين جدا لكن الاهلي عنده مشاكل فنية في الملعب كتير عنده مشاكل فنية موسيماني يشير مساكل فنية وانا بحس ان موسيماني مع الاهلي هو كريم لو ما عملش كل حاجة 100% صح اللعيبة مش بتسنده يعني بلغة الكرة كده مش بتقدر ان هي تكسبه ثلاث نقاط في الدقائق الحسمة الاهلي من ساعة ما بدأ يلعب بالثلاثة ابتدى عنده قوة هجومية ضربة ابتدى يأمن دفعاته بشكل كبير لكن نيجي عند قطعة محمد عبد المنعم قطعة محمد عبد المنعم قدت بعض الاريحية الموسيماني ان انا كفاية ألعب باثنين وراء انا عندي مشاكل في الترحيل علشان بلعب باثنين وراء فانا مش عارف ارحل على اربعة فلعبت عشان ارحل على خمسة فحطيت حمدي فتحي قطعة رجعتها وبرحل على خمسة فالدنيا بايت أدية الدنيا بايت أسهل دفعين لكن انا جالي حسن مدافع تقريبا في أفريقيا في بطولة أفريقيا ومحطوط في التشكيل طب ما رحل تاني على اربعة واستفيد بحمدي فتحي ده قدام شوية ده كله عمل مشاكل بقى لان التلاتة اللي بيلعبوا مع بعض في نص الملعب حمدي عمر السلية ديانج إذا أنت جيت فكرت فيهم هو البروفايل بتاعهم أقرب للنعيب نمرة 6 من اللعيب نمرة 10 فهو أدوارهم أغلبيتهم متشابهة فحين أنت مقعد بره اللعيب اللي ممكن يعملك الوصلة أو يعملك اللينك اللي هو قفشة فحين أن أحمد عبدالقادر دونجريد